ايران توعد قائد الحرس الثوري الفريق محمد علي جعفري الكيان الاسرائيلي بضربات صائقة ومدمرة ردا على العدوان على المقاومة في القنيترا جعفري وفي رسالة بمناسبة استشهاد العميد محمد علي الله دادي في العدوان اكد ان قوات الحرس الثوري ستبقى صامدة والكيان الاسرائيلي سينهار لفتا الى سجل الحرس في دعم جبهات لبنان وفلسطين ضد صهاينة واضاف جعفري ان الحرس الثوري سيواصل دعمه للمجاهدين والمقاومين في المنطقة موضحا ان دماء الشهداء الابرار اليوم ستعجر من زوال هذا الكيان الغاصب ايران توعد قائد الحرس الثوري الفريق محمد علي جعفري الكيان الاسرائيلي بضربات صائقة ومدمرة ردا على العدوان على المقاومة في القنيترا جعفري وفي رسالة بمناسبة استشهاد العميد محمد علي الله دادي في العدوان اكد ان قوات الحرس الثوري ستبقى صامدة والكيان الاسرائيلي سينهار لافتا الى سجل الحرس في دعم جبهات لبنان وفلسطين ضد صهاينة واضاف جعفري ان الحرس الثوري سيواصل دعمه للمجاهدين والمقاومين في المنطقة موضحا ان دماء الشهداء الابرار اليوم ستعجر من زوال هذا الكيان الغاصب